ما الذي يحدث في مارب؟ فمنذ الأيام الماضية تدور في هذه المحافظة راح حرب حقيقية عند طرفها الشمالي الشرقي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الجنود والمدنيين بينهم أطفال وسائق شاحنة أجنبي المواجهات تدور بصورة رئيسية في منطقة العرقين بمديرية وادي عبيدة بينما جامعة قبلية مسلحة يقودها تاجر سلاح يدعى هادي مثنى من جهة وبين قوات الجيش الوطني من جهة أخرى وبلغت ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء تحاول القوات الحكومية فرض القانون بعد الهجمات المسلحة التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش وقامت بأعمال تقطع أدت إلى توقف كامل للحركة في الطريق الدولي الرابط بين مأرب ومنفذ الوديع الحدودي وتسببت في وجود المئات من المسافرين العالقين في هذا الطريق مشاهد طوابير الشاحنات والسيارات تشير إلى خطورة العمليات المسلحة التي نفذتها وتنفذها المجامع القابلية المسلحة من آل مثنى على نحو دفع بالمواجهات إلى مستويات خطيرة أثارت مخاوف السكان وفرضت وضعاً استثنائياً في المحافظة النفطية خلفية هذه المشكلة تعود إلى ما قبل أربعة أعوام عندما تعرض مصنع لتكرير المياه تحت الإنشاء تابع لهادي مثنى في منطقة المنين بمارب للقصف من طيران التحالف بعد أن تمركزت فيه عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوث الإنقلابية ومنذ ذلك الوقت يطالب مثنى بتعويضاً عن خسائره في ذلك المصنع ويقوم بأعمال احتجاجية تطورت إلى هجمات وأعمال تقطع مواجهة مسلحة وصفت بأنها من أعمال الحرابة ما استدعى تدخلاً من النيابة العامة التي أصدرت في الرابع من شهر نوفمبر 22 الجاري أمراً قهرياً بالقبض على هادي وثلاثة من أنجاله وتتجه الأنظار إلى الدور المفترض من قبل محافظ مارب المتواجد حالياً في الرياض سلطان العرادة والذي بدأ على ما يبدو مساعي حثيثة لإنهاء هذه المواجهات في ظل أنباء عن وجود وساطة قبلية تعمل في هذا الاتجاه لا تتوقف خطورة ملاجأ إليه هادي مثنى وجماعته في مارب عند حدود الإضرار بالأمن وبمصالح المواطنين بل أن خطورتها تكمن فيما قد تجر إليه أحداث كهذه من تدخلات وأجندات تسعى على الدوام إلى تقويض البيئة الأمنية لأهم مراكز السلطة الشرعية في اليمن